يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين وتتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة ترجمة نانسي قنقر للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري زميل محمود جميل من ميناء أبو سنبل النهري مرحبا بك محمود هلك أن تصف لنا أبرز وآخر الأوضاع والمشهد لديك الآن نعم رهام ما رأيتموه في هذا التقرير هو كان بالأمس وكانت الصورة سابقا لكن اليوم يتجدد المشهد وتتجدد الصورة مرة أخرى بزيادة عدد الوافدين السودانيين عبر معبري قسطل وارقين تحديدا عبر معبر قسطل وعبر هذا الميناء ميناء أبو سنبل النهري يعني عدد كبير من الحافلات صباح اليوم توفدت على ميناء أبو سنبل بها المئات من الوافدين السودانيين لكن سنتحدث أيضا عن نقطة هامة وهو البيان الصدر من مفوضية شؤون اللاجئين صباح هذا اليوم هذا البيان الذي أعلن فيه بالطبع انتهاء زيارة المفوض السامي التي استقرقت ثلاثة أيام لكن تم التأكيد على عدة نقاط هامة أولا يعني المفوض السامي جدد وثمى الدور المصري في توفير ملاذ آمن للوافدين السودانيين منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم وأيضا جدد مناشدته بضرورة دعم مصر باعتبارها أكبر الدول المستضيفة للسودانيين وأيضا أكد على أن أوجه الشكر للحكومة المصرية وأيضا أكد أن ما رآه من جهود من الحكومة المصرية ومن جمعية الهلال الأحمر والشعب المصري هو يعني كرم للوافدين السودانيين لكن أكد أيضا أن له الاستمرار هذا الكرم على حد وصفه بضرورة دعم مصر وتقديم مزيد من المساعدات لمواصلة هذه الجهود أيضا أكد على أن الخطة التي أعلنتها المفوضية لزيادة تعبئة الاحتياجات تقدر بأكثر من 470 مليون دولار منها ستخصص 25% والتي تقدر بنحو 114 مليون دولار لمصر باعتبارها أكثر الدول المستضيفة وأكد أيضا على أنه التقى بعدد كبير من الأسر السودانية خلال زيارته لمعبر قسطل واطمأن على توفير كل الاحتياجات والخدمات للوافدين السودانيين أيضا تم التأكيد على الخدمات التي تقدم من محافظة أسوان وهذا يأتي بالتزامن مع تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل العون والخدمات كل الخدمات متوفرة أيضا تصريح مهم أدل به المفوض السامي في هذا البيان أن اللاجئين أو الوافدين السودانيين عندما يأتون إلى مصر سيحصلون على مجموعة واسعة من الخدمات هذه الخدمات منها الصحية ومنها التعليمية وهذا ما رأاه في معبر قسطل رأي العين من الخدمات الصحية التي تقدم من العيادات الثابتة في معبر قسطل والتي تقدم كل خدماتها الصحية وتوفر العديد من الأدوية للقادمين الوافدين السودانيين وهذا ما تم الإعلان عنه من محافظة أسوان تم تقديم ما يقرب من 1050 حالة مزمنة تحتاج إلى العلاج والأدوية تم صرف لهم هذه الأدوية بالإضافة إلى عدد كبير من الحالات التي كانت تحتاج إلى عمليات جراحية متوسطة وكبيرة نتحدث عن تقديم ما يقرب من 175 حالة تم إجراء عملية جراحية لهم مبين كبيرة ومتوسطة وأكثر من 100 حالة للغسيل الكلوي هذا يتم في المستشفيات التابعة لمحافظة أسوان نتحدث عن المستشفى الأول التي يستقبلها السودانيون بمجرد وصولهم إلى مدينة أبو سنبل وهي مستشفى أبو سنبل الدولي بالإضافة إلى مستشفى أسوان الدولي التي تقدم كل خدماتها الطبية بالإضافة إلى وجود بعض العيادات المتنقلة في أكثر الأماكن التي يتواجد بها السودانيون وتحديدا نتحدث عن حي الصداقة الجديدة والقديمة ومدينة دراو وإدفو بالإضافة إلى العيادات الثابتة في موقف كاركر الدولي الذي يتوجهون منه إلى محافظة القاهرة أو أي محافظة أخرى فالخدمات مستمرة مع بالطبع استمرار تزايد الوافدين السودانيين عبر معبراي قسطر وأرقين أشكرك جزيل الشكر محمود جميل شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية